اشتركوا في القناة والسادة المشاهدين عايزين نتكلم عن الموسيقى في مصر القديمة هل هي من بدايات الحضارة كانت ظهرت وحب المصر القديم ولا هي مع تطور الحضارة ابتدى يبان حب عسف الموسيقى او التعامل مع الموسيقى هي بصراحة الحب للأصوات عموما هو طبعا وكان متلقي جيد جدا للطبيعة فهو لاحظ ان في اصوات طبيعة حواليه وعصفير واصوات جميلة وفيه تناغم وفيه كده فهو تأثر بالبيئة جدا كان انسان محب للحياة لان احنا زي ما احنا هنشوف في بعض الصور اللي احنا جايبينها او هنعرضها ان هو ازاي ان هو كان بيستخدم الموسيقى دي سواء في الحياة الدنيا او في العالم الاخر وليها دور ايجابي جدا في حياته اولا طبعا الشق الدنيا واللي هو الطرفيه والشق اللي برضو العالم الاخر هو برضو الطرفيه مع برضو بعض الحاجات الدينية زي مهمة مثلا تسريع انتقاله للعالم الاخر او كده وبردو بتستخدم في التهدئة يعني احنا الان ما حد يكون مثلا متعصب او حاجة نسمع موسيقى هادي او كده فالموسيقى برضو كانت بتستخدم لتهدئة المزاج عند المصر الاجين ده احنا كنا فاكرين ان دي اسلوب من اسلوب الغربي يعني المستحدثة غربيا لتهدئة الاعصاب طلعت من عند الفراعن يعني او وهو نظر اللي تقديسه ليها كمان اه هتاكد ان هو كرس لها مجموعة من الاليها يعني فيه مجموعة من الاليها اختصت بالليها رعاية الموسيقى او ابتكارها او كده زي ايه ابتداء من الاله وزير والاله تحوت اللي هو طبعا كان صاحب الكلمة والشعر والنغم والتوازن وحاجات زي كده وفي عندنا اله اسمه الاله بيس وعندها الاله حتحور طبعا دي الهة الموسيقى يعني او سيدة الطرب يعني زي ما يعني كل الاليها الرئيسية عند المصر القديم كانت لها علاقة لا مش كلها بس هو يعني عدد كبير مثلا ما يقارب مثلا من سبعة او حاجة هم مختصين في اله اسمها الاله ميرت برضو دي مخصوص مخصوصة برضو لرعاية الموسيقى والموسيقيين في مصر القديم الالات الموسيقية المتالي اشارها الهرب ببين؟ هو الالات الموسيقية احنا لو قسمناها هنجد ان المصر القديم يعرف التلات انواع الرئيسية منها اللي هي الالات النفخ اللي هي طبعا زي الناي والارغول والحاجات دي وعارف كذا نوع منهم يعني عارف الناي مثلا المفرد وفي ميجويز وكده وفي اللي هي طبعا آلات وترية اللي هي بتاع زي شبيهة بالعود يعني حاليا زي الهرب والجنك والحاجات دي كلها تجي بتعتمد على اوطار لها برضو وفي حاجات زي شبيهة بافكار موجودة مازالت الى الان زي مثلا سمسمية اللي هي موجودة او مشهورة في مدن القناة هي اساسا مصرية قديمة العود هو آلة مصرية قديمة آلة وترية وفي عندنا الالات اللي هي اللي هي بتعتمد على النقر كده اللي هي طبعا بتعمل ايقاع زي الطابلة وبرضو عارف طبعا منها زي الطابلة والدف والرق وعنده الطابلة البرملية اللي هي مزدوجة اللي هي ممكن انه هو يخبط عليها من ناحيتين كانت مشهورة كمان وإلى الان طبعا في افريقيا دي جاية يعني دي تشتارت قوي جاية من امريكا الجنوبية بقى لا هو وكله من عندنا من عند المصر الاجين هو بس يعني فيه طبعا الحاجات بقى اللي هي الحديثة دي طبعا ما كانش فيه بقى للأورج ولا للحاجات لا لا اي حاجة فيها زراير كده لا دي طبعا ما عرفهاش لكن هو عارف كل انواعي يعني تعتبر يعني تعتبر تخت شرقي زي ما بنقول فيه الحاجات الاساسية بتاعة الشرقيين او التخت الشرقي اللي هو تبنى على الموسيقى بعد كده فيعتبر مصر اصيل يعني هو اللي اخترع كتير قوي من الالات الموسيقية يعني حتى فيه موسيقى مشهور قوي اللي هي عن المصر الرديم اللي هي الموسيقى الجنائزية او نعم المرتبطة بقى بحياة اللي هي ايوه ايوه طبعا الموسيقى ممكن يكون مصاحبة برأس ممكن يكون مصاحبة بغناء هو عنده يعني فيه عنده غناء ديني وفيه عنده رقص ديني ايضا يعني فيه اسناء الجنازات ممكن ان هما يعملوا موسيقى ويعملوا يعني مجموعة من الشباب يعملوا حركات كده معينة بطريقة منظمة وبيكون الغرب منها يعني مواجبة الجنازة في اسناء الموكب كله هما رايحين لعملية الدفت فهو عنده يعني ايه متنوعة الاستخدام وفيه عنده موسيقى حماسية اللي هي زي بيعتمدوا فيها على قلات النفخ زي البوك ودي طبعا هنا بيبقى له يعني جزء في النهاية منتفخ كده او يعني منفوخ بحيث ان هو يدي صوت تطخيم في الصوت فديك طبعا كانت حماسية الى الان احنا عندنا الموسيقى العسكرية فهو المصر دين برضو كان عنده كده في اسناء برضو ما بيطلعوا للحروب او حاجة فكان لازم يبقى فيه موسيقى عسكرية بتدي حماس للجنود وبتزبط ايقاع الخطوة وحاجات زي كده فهو برضو موجود فاذا هوا هنا متعدد الاستخدامات فيها الموسيقى ارتبطت بالمصري العادي يعني المصر القديم العادي في مصر القديمة ولا ارتبطت اكثر بالملوك وفي قصورهم يعني هي طبعا هو المصر القديم طبعا هو كان يعني مجتمع طبقي الفئة اللي هي السفلية خالص اللي هي الكتير الفلاحين والعمال وكده لكن طبعا كل ما بارتقي لأعلى في المجتمع الطبقي ده بجد اذا كان قلنا احنا نوع من انواع الرفاهية والفخامة فطبعا بتكون مخصصة لكبار رجال الدولة اكتر طبعا من لقيها والملوك الملوك في فرق موسيقية كانت عنده في مصر القديمة يعني احنا الحقيقة لقينا كله فيه عصف مفرد وفيه فرق موسيقية بيعملوها في هيئة حلقة يعني بيبقى حتى عندنا يعني بعض النمازج اسمها المكتات وبتجد ان هم مرصوصين كده بيعملو نمازج صغيرة لشخصيات ماسكة من الممكن تكونوا الفخار او الخشب ومسكين ادوات موسيقية زي ما بنقول مثلا حلقة ذكر حلقة كذا فهما كانوا بيعملوها في اتحلق برضو حلقة غنائية وبيكون صاحب المغبرة او كده وهو وزوجته قاعدين بقى على حاجة عالية شوية وهو الفرق الموسيقية كلها قاعدة في اتحلق على الارض فكان فيه طبعا فرق موسيقية متكاملة وبنجد ان فيه مثلا فتيات مسكة العود فيه واحدة مثلا مسكة الناي بسيدات في صور على الشاشة بتوكي بكلام حضراتك تفضل يا فاند وفيه برضو عندنا المنشدين اللي هم هيغني او كده وبنجد ان فيه طبقة كبيرة منهم ممكن يبقوا عميان يعني عشان ممكن يبقى عنده هو حساسية اكتر في طلق الاصوات والتفاعل مع الموسيقى او كده وبنجد ان هو ممكن يستخدموا كمان ايديهم يعني التصفيق ده في حد ذاته هو بيعمل اقاع فممكن بيدخلوا ايضا التصفيق ممكن بيدخلوا اللي هو يعني يعملوا بيديهم كده اه برضو دي موجودة عندنا في المناظر اه بنجد ان فيه اللي هو اه يعني واحد مثلا كتبتتصور الحركة دي؟ اه متصور مثلا ايضا 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 هو كان حريص جدا لما ايه مثلا يعمل واحد حتى مسك اداه اه يعملك تفاصيل ايديه كلها يعني يفرط الصابع كده عن بعضها. يصغر لك الحركة بغضوح. يصغر لك الحركة بالإيد والصوابع وكده لما بيجي يتعامل مع الأوطار. فمصر القديم كان ذاكي جيد. وكان عنده كمان ممكن أنه هو يجيب المغنيين اللي هو عارف لما يجي واحد يحط إيده كده على ودنه زي كده وهم مثلا بيتجودوا القرآن. فهو برضو كان عندهم الحركة دي موجود. أو بيقولوا المواوية. عشان يركز وعشان يحس انه هو في الصوت طالح. دلوقتي بيحطوا سماعات دلوقتي بدلها لنفس الهدف على فكرة. فكل ده موجود. المصر القديم سب لنا تفاصيل كتيرة جدا من خلال المناصر. طيب الآلات الموسيقية هل تم العصور على الآلات موسيقية في الحفريات ولا هي كلها هي اللي كانت متصورة على جدران المقابر. لا طبعا احنا لقينا. لقينا الحمد لله يعني حتى مكبرة توت عن خامون فيها. وفيها الأبواق وفيها اللي هي الناي وفيها الحاجات دي كلها. آآ لقينا حاجات كتير جدا يعني متصورة. نعم ممكن يبقى ضايع منها بعد الأجزاء خاصة طبعا الأوطار والحاجات زي كده. آآ لكن احنا طبعا عندنا عدد كبير منها وكانت آآ يعني حاجة تدل على الفخمة وكانت جزء من أساس الجنز بيبقى موجود آآ في المقابر الفخمة. يعني كنت بتتحطم على المتوفي. آآ. يعني على اساس ان هو بقى في العالم التاني بقى برضو نفس اللي كان يعيشه. آآ. بالزبط كده هي أدوات وهو عاوز ان هو اللي يعيشه في حياة الدنيا هو يلاقيها في العالم الآخر من رفاهية وكان. آآ آآ عشر الرياضة حاركة قلتي فيه سمسمية وفيه بس انا دايما كنت باشوف اشهر منذر ودايما كنت بتلاقيه حتى في الغرب لما كانوا بيصورها هي عزفات الهارب. ايه. دي دا اللي جات من من شهره هده. هي عشان هي اولا تصورت كثير على الجدران المقابر بعد هي يعني اختراعها جميل وهي وبا Over ده مساحة كبيرة كده بيعملوها كبيرة ممكن الشخص يبقى واقف وهي بطول وكلها وممكن هو يعني يتصور وهو جالس وممكن يتصور وهو في الأرض خالص وهو مسكها وكانت هي دايما بتتصدر يعني لو هو في يعني فرقة مسوقية أتاكد أن هم بيعتمدوا أساسا على الهرب ده كأداء أساسية بالنسبة له هي دي الليدر يعني أكتر واحد مهم هو هيمسك هذه القالة ومن الملاحظ في مصر القديمة أنه يعني دي مهنة كان يمتهين ما يمتهينها الرجال والسيدات يعني بس اللي متصورة كانت سيدات لا ورجال ورجال كانوا يعزفوا على الهرب برد لكن احنا في مصر القديمة يعني طبعا احنا ما نعرفش بالزبط اللحن بتاعهم كان ايه اللي هو بقى كان مقام وكاو ازاي واصوات ازاي في موكب الملكات والحاجات اللي اتعملت مؤخرا دي وعيد الأوبتو اللي تم في الموسيقى دي جات منين طبعا هو كان فيه مشاريع كتيرة يعني ممكن الدكتور خير الملطة بيحاول يعيد إحياء الموسيقى المصرية القديم لكن هي يعني تقريبية التقريبية دي طبعا بتستند برضو على السندات علمية لكن مش نتيجة الأصوات لأنه أو نوتا لأن مصر دي ما عندوش نوتا أنه هو كان بيكتبها لكن هو على الأوزان الشعرية اللي كانت موجودة على شكل الأداة نفسها يعني لما يكون حاجة مثلا فيها كم وطر بيدرسوا أطوال هذه الأوطار يحاولوا يقلدوا الأداة ويحاولوا يخرجوا منها نفس الصوت لما يكون ناي مثلا بيشوف فيه كم صغب مثلا بيبتدوا أنه هو يعملوا بالزبط زي ما هو كان موجود ويبتدوا يعملوا الصوت ويعرفوا كذا لكن توزيع طبعا زكات فرقة مثلا طريقة التوزيع دا ما نعرفوك بس وممكن فيه حاجة مصدر مهم جدا يعني هو الحقيقة يعني مصدر ممكن يكون هم اعتمدوا عليه وهو الموسيقى الكنسية الجنائزية الكنسية الكنسية حافظة لجزء كبير من التراث الموسيقى يعني حتى في عندهم حاجة مثلا بيقولوا عليها اللحن السنجاري وفيه حاجة اسمها اللحن الأتريبي دي سنجار دي دي كانت مدينة يعني قال إنها اندصرت في الدلتا وكده وده كان مثلا يعني اللحن اللحن اللي هو الفرايحي مشكرك جدا على هذا يمكن هذه مقابلة سريعة يمكن الموضوع كان عايز كمزيد من الشرح ولكن ان شاء الله يكون لي لقد أخرى قادمة مشكرك جدا أستاذ الدكتورة نور جلال وأستاذ الأثار المصرية بكلية الأثار جامعة عن شمس نورتيا نهاردة دكتور شكرا لحضرتك وشكرا لأستاذ المشاهدين شكرا مشاهدين في كل مكان سعيدنا بوجودنا معاكم نهاردة فعلى واحد دايم بلقات أخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنصبع عليكم اشتركوا في القناة